تعديل الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب تابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور وفيديو النهاردة هنتكلم على تعديل الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب هنروح على جوجل كروم وهندغط على جوجل كروم هيتفتح لنا البحث وهنكتب فيه البحث يوتيوب purple plus pc هندغط على تسجيل الدخول الاول مثل الحمر هتظهر لنا وهندغط على هجيل جوجل كروم ونضغط على دائما وهندفتح اليوتيوب من جوجل كروم بึه ليجب عليك غرفة كروم وه Mount IK swim وهضغط على كلمة ولارفك تخصيص القناة وهضغط على تخصيص القناة كما قلنا في الفيديو بطريقة صحيحة سوف ارفعه من جوجل كروم لان احدى ذات الفيديو تكون زيادة في جوجل كروم هنضغط على ايكونة القناة هنضغط على ثاني مربع ثاني مربع هنا يأتي لك محتوى القناة كله ويأتي لك الفيديو طيب أعد بالبقى هتضغط على عنوان الفيديو ばaceحة presidente ثاني بقى بيجي لك تفاصيل الفيديو زي ما نحن بتبدأ انك بقى لو انت عايز تعدل في العنوان بتضغط كده وبتبدأ تعدل في عنوان الفيديو بالضو لو انت عايز اتعدل في الوصف بتبدأ تضغط وتعدل في الوصف هنا بيجيب لك بقى تفاصيل اللي جديد there in the 곽 وكده. هنا بيجي لك تفاصيل الفيديو بتاعك بالكامل. تمام? هنا بتبدأ بقى تكتب آآ وصف اهو زي ما انتم شايفين. الفيديو جاي ان شاء الله هنبدأ نعمل ازاي تعمل وصف سابت لفيديوهاتك. يعني اي فيديو ينزل يكون عليه هو هو الوصف. تمام? هنا بتبدأ بقى تكتب في الوصف زي ما انت عاوز. هنا هننزل هنا صورة مصغرة طبعا بيبقى مختار لك تلت صور من آآ الفيديو. اليوتيوب بيبقى مخترح لك يعني تلت صور بتختار صورة منهم. طبعا وانت عايز تضيف الصورة مصغرة لو انت عامل قوائم تشغيل وعايز تضيف الفيديو لقوائم التشغيل. هننزل طبعا هنا ودي حاجة مهمة جدا للفيديو ان انت بتعمل الفيديو اللي هو مخصص لاطفال هتضغط على نعم الفيديو مخصص لاطفال لو مش مخصص لاطفال هتضغط على لا الفيديو ليس مخصصا لاطفال حظر المحتوى على فئات عمرية معينة دي ما تجيش جنبها خالص هنضغط على عرض المزيد من الخيارات وهننزل ده اعلان ترويجي ده لو انت عامل اعلان ترويجي هتضغط على المربع ده هنا الفصول التلقائية وده عادي لو انت عايز تحدد فصول تلقائية للفيديو بتاعك هننزل هنا وهنا العلامات لو انا عايز اضيف علامات للفيديو بتاعي ودي مهمة جدا جدا للفيديو بتاعك علامات اللي هي الكلمات المفتاحية هننزل كده برضو وهسيب لك ازاي تعمل كلمات مفتاحية للفيديو بتاعك هسيبها لك برضو في الشاشات النهائي طبعا هنا اللغة لو انت عايز تضيف لغة للفيديو بتاعك والشهادة هنا نعملها بلا شهادة ولغة العنوان والوصف هنا هتعمل لها اختيار لو انا ضغطت عليه هيجي لك اللغة طبعا عادي انا مش عامل حاجة فيها هنا تاريخ التسجيل هنا الموقع الجغرافي لو انت عايز اتحاد موقع جغرافي للفيديو بتاعك هننزل طبعا انت هتسيب الحاجات الترخيص ده اليوتيوب العادي توفير الفيديو على جميع المنصات لازم تتأكد ان التوزيع توفير الفيديو على جميع المنصات هنا اطاحة التضمين وهنا نشر الفيديو في خلاصة الاشتراكات وارسال الاشعارات للمشتركين لازم واحنا بنحمل الفيديو لان دي هتظهر لك بس وانت بتحمل الفيديو طبعا هي دلوقتي مش مفعلة بس وانت بتحمل الفيديو هنا هتكون مفعلة عشان كده انا بقولك حمل الفيديوهات بتاعتك من على جوجل كروم وبرده هسيب لك ازاي تحمل الفيديو بطريقة صحيحة في برضو شاشات النهاية لازم تكون دي مفعلة عشان تتأكد ان هيوصل اشعارات للمشتركين هننزل كده هنا انشاء عينات من فيديوهات شورتس طبعا لو انت عايز تعمل سماح ودي مهمة جدا لان لما انت بتروح كده على فيديو بيقولك انشاء انك ممكن اي حد ياخد مقطع من الفيديو ده يعمله شورتس لو انت موافق بكده هتضغط طبعا على السماح لو انت مش موافق هتضغط على الغاء دي السماح وهتضغط عليه طبعا هنا الفئة ومهمة جدا للقناة او للفيديو بتاعك تحدد فئة الفيديو بتاعك لو انا بتكلم على تعليم خلاص بقول حاجة تفيد الناس بضغط على تعليم عندك الفئات كتير جدا موجودة بتبدأ ان انت تختار فئة منهم ودي مهمة برضو جدا انك تحدد فئة للفيديو بتاعك هننزل هنا برضو هنا السماح بالتعليقات لو انت عايز تسمح بالتعليقات كلها تمام هتضغط على السماح بالتعليقات طبعا هنا السماح بكل التعليقات هنا الترتيب حسب اهم التعليقات لو انت بتضغط كده على عايز اهم التعليقات او احدث التعليقات عايز اي فيه طبعا دي برضو عادي يعني هنا ازهار عدد المعجبين وغير المعجبين بهذا الفيديو ده اللايك والديسلايك لو انت عايز تخفي اللايك والديسلايك هتضغط على ازهار دي هتعمل لها كده هتعمل لها هتضغط على المربع هتعمل لها اخفاء يبقى انت كده عملت لها اخفاء ازهار عدد المعجبين وغير المعجبين اللايك والديسلايك انا من مش عايز انا عايز ازهرهم عادي هننزل كده المحادسة مباشرة دي اعادة تشغيل محادسة مباشرة لو انت عايز تشغل محادسة مباشرة على العرض الاول اي حد يدخل يشوف المحادسة المباشرة تمام مش عايز اعادة تشغيل محادسة مباشرة لو انت مش عايز ان اي حد يشغل محادسة بعد ما انت ما خلص العرض الاول هتضغط على المربع ليه اعادة التشغيل دي هتوقف عليها العلامة الصح هنا اوضاع المشاركين المستخدمة لذي يمكن ارسال الرسائل طبعا دي اثناء عرض الاول اوضاع المشاركين اللي هما بدخلوا يعلقوا او يدونو تعليقات في الرسائل المباشرة دي تفاصيل الفيديو من ناحية العرض الاول تمام اه طبعا المستخدمين لازم يمكنهم ارسال الرسائل هنا اي مستخدم المشتركين لو انت عايز بس المشتركين بتوعك اللي يخش بس العرض الاول ييعرفوا يكتبوا في العرض الاول تمام هنا المنتسبون طبعا الانتساب عشان الانتساب هننزل هنا كده عايز تأخير الرسائل هنا وضع تبطيق الرنجل. عشان لو فيه متابعة بيعلق كتير ما تجيش رسائل كلها ورا بعض بتاعته. هنا طبعا تحت هنا احصائيات الفيديو بتاعك. هندخل على الاحصائيات. هنا انت بتدي نظرة عامة كده عن الاحصائيات بتاعت الفيديو قد ايه? وبتطلع بحث ولا لا? طبعا هنا اهم مصادر الزيارات مهمة جدا للفيديو بتاعك. طبعا تمام? هنا بقول لك اهم مصادر الزيارات. هنا بقول لك طبعا الفيديو قد ايه? والارباح اللي فيه والمشتركين. هنا بيقول لك قد ايه مشترك جالك في الفيديو ده. طبعا مهمة جدا تشوف الاحصائيات من جوجل كروم. اه طبعا هنا بيقول لك وقت المشاهدة بالساعات. هنا بيقول لك عدد المشاهدة. تمام كده. الاحصائيات بتاعت الفيديو هنا الارباح والجمهور والتفاعل المستوى الوصول للجمهور. بتبدأ تعرف كل حاجة من على جوجل كروم. هنا لو نزلتنا هنا كده في الاحصائيات اللي في الجنب دي كده. ونزلنا جانب تحت المربع اللي بعده. هنا محرر الفيديو. لو في تعتيم على الفيديو عايز تعمله او حاجة. هتبدأ تعمل تعتيم. لو عايز تعمل اقتطاع طبعا هنشرح الحاجات دي الايام اللي جاية ان شاء الله. لو عايز تعمل اقتطاع هتضغط على كلمة اقتطاع. وهتبدأ تعمل تعدل في الفيديو بتاعك. لو عايز تعمله تعتيم طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي. هنبدأ نعمله تعتيم. هقول لك ازاي تعمل تعتيم على الفيديو او تقص جزء من الفيديو بعد رفعه بدون ما تخسر مشاهدات هننزل برضو على الايكونة اللي تحت دي كده ايكونة التعليقات هنضغط عليها طبعا هنا جايب لك كل التعليقات الموجودة على الفيديو ده وزي ما قلت عايز تشوف الاحصائيات تشوفها على جوجل كروم زي ما انا عملت كده بالضبط والخطوات تقدر تشوف الفيديو بتاعك ماشي ازاي هنا التعليقات المنشورة كل التعليقات الموجودة على الفيديو هنا تعليقات بانتظار المراجعة اللي هو ضغط عليه هتلاقي برضو تعليقات في انتظار المراجعة. هننزل كده ونشوف الايكونة اللي تحتها آآ تحت التعليقات. ترجمة الفيديو لو انت عايز تعمل ترجمة للفيديو. وهننزل كده واللي بعده. هنا طبعا تحقيق الربح من الفيديو وميزة تحقيق الربح مفعلة. هننزل كده طبعا مفعلين. لو الفيديو اكتر من تمن دقايق. هيبدأ يفعل لك الحاجات دي كده. وتبدأ تحط فيوصل بقى اعلانية على الفيديو بتاعك. انا دلوقتي بعرفك ازاي تعدل على الفيديو بعد ما ترفعه من على جوجل كروم. الاحسن عشان ما تتعبش في كل ده خالص تروح على جوجل كروم وتنزل الفيديو من هناك. هتقول الفيديو طيب انا بنزله على اليوتيوب او على جوجل كروم يعني عادي ولا ايه? هقولك عادي هنا او هنا عادي. بس انا يستحسن يعني ننزل الفيديو من على جوجل كروم الاعدادات بتكون في زيادة شوية. بتمنى التوفيق لجميع. يارب يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. وتكلمنا على تعديل الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب. لو عجبك فيديو النهاردة يا ريت ما تنساش اللايك ولمشاركة واشتراك في القناة. كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.